النقطة التي أشرت إليها كأنه في كلامك تبرئ لأجنحة داخل حرس الثوري لا 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 أستاذ العزيز الحرس الثوري هو المنظمة إرهابية قام بقمع وقتل آلاف من المواطنين أنا أقول كيفية اتجاهات في حرس الثوري ولن أعتقد أن توجد اتجاه وطني أو اتجاه غير وطن لا الحرس الثوري كله منظمة إرهابية وقام بقتل وقمع واعتقال آلاف من المواطنين الأبرياء في كل مناطق الأقالي من إيران وأنا أقول اتجاهات وتوجد اختلافات لكيفية التعامل مع المتظاهرين وهذا شيء أنا أراها في تصريحات في مواجهات الحرس الثوري ومن القيادات الحرس الثوري أستاذ سعد تمام وصلت أستاذ سوران تمام وصلت على كل حال ربما ربطها أيضا أستاذ سوران بخلافات حول خليفة خامنئي نعم الفكرة واضحة بالنسبة لي التي تفضل بها الضيف أعتقد أنها يريد أن يقول أنه عندما كانت مثلا المظاهرات والاحتجاجات في إقليم الأحواز الحرس الثوري اتجه وبدأ بالقتل خلال شهر واحد بالفعل قتل أعداد كبيرة جدا لأن كان مطلبهم يعني أو اتهموهم بأنهم يريدون الانفصال ويريدون يعني عرقية واحدة أو إقليم واحد عندما ينتفض ضد نظام إيران تتم مواجهته بطريقة عنيفة جدا جدا اليوم الوضع هو فعلا مختلف كما تفضل الضيف وذكرت أنا في بداية هذه الحلقة بأن الأحداث في إيران هي عامة يعني اليوم هي في عقر نظام الملالي في عقر نظام إيران يعني في طهران وحول طهران وكل المدن الإيرانية الوضع مختلف عما سبق في السابق كانت التهمة جاهزة لمدينة واحدة أو لإقليم واحد أو لطائفة أو لعرقية معينة التهم جاهزة وارتكاب الجرائم بشكل مباشر وسريع جدا جدا هذه المرة نعم عدد القتلى إلى الآن يعني حوالي 250 وهو عدد ليس بالقليل أيضا في عرف الجرائم التي ترتكبها الدولة في حق مواطنيها 250 تعني 250 عائلة وهذه الرواية الرسمية هناك أيضا أمور الحرس الثوري يشترط تسليم الجثث الجثث القتلى من المدنيين يشترط بعدم إقامة الجنائز وعدم التحدث إلى الإعلام وعدم إظهارها لكن في مسألة رمزية أستاذ سعد حصلت عندما يقوم قائد الحرس الثوري بالحسم أن هذا آخر يوم عن أمس آخر يوم شغب كما قال ويقصد التظاهرات والمتظاهرين ثم يخرج الطلاب اليوم بهذه الكثافة رمزيا كسر كلمة حسين سلامي بهذا الإطار ما أهمية هذا الأمر؟ ثورة شعبية أخي الشعب الذي يثور لا يمكن أن يهدد بهذه الطريقة كما حصل في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي كل البلدان التي حصلت فيها ثورات حقيقية تم تهديدهم تم تهديدهم بالدمار بالتشريد بالهذا ومع ذلك استمروا اليوم الوضع في إيران هو مشابه لحد كبير حتى أن الخامنئي وكبار الشخصيات في إيران يقولون بأن هؤلاء المحتجون يريدون تدمير إيران كما فعلوا في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي غيرها يعني يريدون أن يربطوا بأن ما هو موجود في إيران يشابه هذه البلاد التي تدمرت مع أنه إيران هي التي دمرت سوريا وفتعلت الجرائم ما فعلت مهم هذا الرد منك سريعا مرة أخرى أنه لمن يقول لمعارضين نظام الإيراني أنه أنتم تحرضون ضد النظام تريدون تخريب إيران كما خربتم بلدانكم تريدون تهجير الشعب الإيراني وقتل الشعب الإيراني كما قتلت شعوبكم نعم هو يقول بأنه نفس المخربين الذين خربوا سوريا هم يخربون إيران هو يريد أن يربط بما أنهم استباحوا دماء السوريين اليوم يريد أن يستبيح دماء الإيرانيين الشعب الإيراني داخل إيران اليوم المظاهرات حول القصر الجمهوري حول خامنئي في الحلقات الضيقة جدا المظاهرات في كل مكان في كل ساحات في كل الشوارع الواسعة في كل القرى والأرياف شيء مختلف عما سبق في الفترات السابقة عندما كانت تخرج مظاهرة واحدة من جامع الطهران مثلا يتم السيطرة عليها قوات الباسيج بطريقة معينة بالاختطاف والقمع ومسيل دموع وكذا تتم السيطرة اليوم الوضع مختلف جدا أنا لا أعتقد أن للحرس الثوري لديه القدرة على السيطرة على جميع المدن الإيرانية المنتفضة على جميع الشعب الإيراني الذي كره هذا النظام اليوم حتى لو اتخذ قرار المواجهة بشكل أكبر من الرصاص الحي سيزيد لأنه هناك ضغط مستمر منذ أكثر من أربعين عام والشعب الإيراني يعاني من هذا النظام الذي أفقر الشعب الإيراني اليوم الحالة الاقتصادية سلامي يمهد لارتكاب مجازر في إيران من؟ حسين سلامي أنا أعتقد بأنه لن يسلم الحكم هؤلاء أخي عصابة ليسوا ديمقراطيين هؤلاء ديكتاتوريين هؤلاء سيتشبثوا بالحكم إما أن نكون أو لا نكون هكذا هم هكذا عقليتهم أخي يتحدثون من اليوم الأول عن القمع يرهبون الشعب الإيراني هذا قائد الحرس الثوري مهمته الأساسية المحافظة على النظام المحافظة على كينونة ووجود هذا النظام من حقه أن يهدد مسيري الشغب وسيري الفوضى كما يصفهم ويسميهم من أجل حفظ الأمن في بلده وفي وطنه من أجل الحفاظ على إيران من التخريب والتدمير نعم هناك مغالطة أليس من حقه؟ نعم مغالطة ما بين المتظاهرين المحتجين الثوريين من الشعب الإيراني وما بين مخربين هو يصفهم بأصاف كما وصف بشار الأسد الشعب السوري بالجرافيم وأنهم مندسين وأنهم مخربين وإرهابيين اليوم حتى يتهم أن هناك إرهاب أدخلوا داعش بدأوا يستخدمونها داخل إيران أدخلوا داعش وفجروا أمام أحد الأضرحة كيف أدخلوا داعش؟ شو مصلحتهم بإدخال داعش وإثارة لإرهاب الناس لتخويف الناس لتخويف المتظاهرين ولقمعهم ولإيجاد مبرر لقتلهم لذلك عندما يقول أنه هؤلاء إرهابيين وتم قتله والتخلص منه وإلى آخره هذه ومفخخات في الشوارع وتم تفكيك الحرس الثوري هكذا الخبر الحرس الثوري يفكك عبوة ناسفة قبل أن تنفجر في طريق كذا وكذا المكتظ بالمتظاهرين هذه الحركات بالمناسبة